ما مجموع 16 أنصة سائلة زائد 3 بوينت زائد 4 كوارت بوحدة القالون أنتم تعرفون الأنصة لكن الكثير منكم قد لا يعرف الأنصة السائلة إنهما وحدتها قياس تختلفان عن بعضهما البعض الأنصة السائلة وحدة قياس الحجم مثل الكوب والبوينت والكوارت والقالون أما الأنصة فهي وحدة قياس للوزن هناك معلومة إضافية من المفيد أن تعرفونها وهي أن أنصة سائلة من الماء تزن أنصة أو أكثر قليلاً عند درجة حرارة وضغط قياسيين المهم انتبهوا أن هذه وحدة قياس للحجم وهذه للوزن الكوب يساوي ثمانية أنصة سائلة أي ثمانية أنصة سائلة لكل كوب تعلمون أن البوينت يساوي اثنان بوينت هذا يعني أن البوينت يساوي ستة عشر أنصة سائلة أي ستة عشر أنصة سائلة لكل بوينت يمكنكم التحويل إلى وحدات الحجم الأخرى الكوارت مثلا يساوي 32 أنصة سائلة والقالون يساوي 128 أنصة سائلة بالنسبة للأنصة وهي وحدة للوزن كما أصبحتم تعرفون فإن هناك 16 أنصة لكل باوند أي أن الباوند يساوي 16 أنصة ابدأوا بحل المسألة الآن لديكم 16 أنصة سائلة هنا كي تتخلصوا من وحدة الأنصة السائلة اضربوا 16 أنصة سائلة في 1 على 16 باينت على أنصة سائلة اختصروا أنصة سائلة هنا مع هذه يصبح لديكم 16 على 16 باينت ويساوي 1 باينت إذن 16 أنصة سائلة هنا تساوي 1 باينت يمكنكم جمع هذين الحدين لأن الوحدة متشابهة فيهما 1 باينت زائد 3 باينت يساوي 4 باينت حولوا الباينت إلى كوارت كي تستطيعوا جمع الحد الأخير لديكم 4 باينت تعلمون أن الباينت يساوي 1 على 2 كوارت اضربوا 4 باينت في 1 على 2 كوارت على باينت لتتخلصوا من وحدة الباينت اختصروا الباينت في البص هنا مع الباينت في المقام هنا عند التحويل من وحدة صغيرة إلى وحدة أكبر تحصلون على عدد أقل إذن عند التحويل من باينت إلى كوارت تقسمون على 2 4 ضرب 1 على 2 يساوي 2 كوارت هذا يعني أن هذا الجزء الذي وددتم أنه يساوي 4 باينت يساوي 2 كوارت يصبح لديكم 2 كوارت زائد 4 كوارت يساوي 6 كوارت بقي أن تحولوا 6 كوارت إلى غالون أعيدوا كتابة المعادلة بهذا الشكل حتى تتخلصوا من الكوارت وتجعلوا النتيجة بوحدة القالون 6 كوارت ضرب 1 على 4 قالون على كوارت اختصروا الكوارت في الباست والمقام 6 ضرب 1 على 4 يساوي 6 على 4 قالون بسطوا الكسر عن طريق قسمة الباست والمقام على 2 تصبح النتيجة النهائية 3 على 2 قالون اكتبوا النتيجة بصيغة عدد كسري 3 على 2 يساوي 1 والباقي 1 على 2 ويساوي 1 و1 على 2 هكذا تكون قد تعلمتم تحويل الوحدات